يتعلق كثير من الناس بأحد النجوم المشهورين فيجعلون من أغانيه رنة لهواتفهم مثلا ويتخذون من صوره ألبومة في حساباتهم الشخصية أو يسعون جاهدين لحضور حفلاته ومنهم من يذهبون لأبعد من ذلك إذ يعرفون مزاج نجومهم المفضلين وماذا يحبون أو يكرهون وما هي ألوانهم المفضلة وأكلاتهم المحببة وغير ذلك الكثير فهل هذا بدافع الهوس أم الإعجاب؟ هي ظاهرة ليست بالحديثة ولها تاريخ عبر الزمن فالحب المفرط للمشاهير وتقليدهم ومتابعة أدق تفاصيل حياتهم في كل مكان لسيما مع تعدد وسائل التواصل الاجتماعي جعل الأمر أشبه بالحالة النفسية التي تحتاج إلى النظر والعلاج فمتى يصبح هذا الإعجاب مبالغ فيه وإدمان أشبه بالمرض وما هي الأسباب التي تجعل بعض الأشخاص تتمحور حياتهم حول هؤلاء المشاهير وكيف يمكن التعامل مع هذا الموضوع الأستاذ ريمة الحالة بإخصائية بعلوم الطاقة الإيجابية تجيبنا عن هذه الأسئلة وأكثر يسأل صباحش أستاذ ريمة أهلا وسهلا بيتش بيانا أهلا بداية ما الأسباب النفسية وراء تعلق البعض من الناس بالمشاهر وتقليدهم في كل شيء تقريبا هلأ منرجع لنفس النقطة أنه الموضوع نفسي هي فجوة نفسية جواة الإنسان مثل ما حكيت مني شوي حضرتك فجوة نفسية إما تكون هادفة أو غير هادفة إن كانت هادفة تتجزأ لجزئين الجزء الأول اللي هو أنا اتخذ هذا الشخص قدوي بالنسبة إلي جزء الثاني اللي اتخذ هذا الشخص مثل حافز بالنسبة إلي لو أوصل لأهدافي أو مثل منافسي جواتي مثل مثلا إني أتشبه مثلا بالعالمية الكبيرة أو الأولى أوبرا وينفري اللي كسرت كل حواجز السلبية وأصبحت العالمية الأولى وأكثر إمرأة غنى بالعالم كله فهذا هون بكون أنا رحيت لأوصل لأهدافي لمن أطلع من الحاجز السلبي اللي جواتي ووصل لأهدافي الجزء الثاني اللي هو جزء اسم الثاني الاسم الغير هادف النفسي بجزء لثلاث أهداف ثلاث أجزاء الجزء الأول اللي هو أنا مجرد أني حب إحساس نشوة الشهرة أو السعادة بالشهرة جزء الثاني اللي هو أنا مجرد ما أني حابب أني ألفت نظر اللي حوالي طبعا وهذا الشي برجع لأسباب نفسية بالبيئة اللي أنا عايش فيها الجزء الثالث اللي هو بيوصل لمرحلة الهوس طبعا هون اللي أنا اتقمص شخصية هذا الشخص وإلغي شخصيتي كليان وهون أكيد لازم تدخل علاجي طيب الهدف الأول قلتي أنه أستاذ ريمة أنه ممكن الشخص يحقق بالوصول إلى هدفه هل هذا يعتبر شيء إيجابي وحافظ أم أحيانا يمكن أن يكون محبط للشخص أنه ممكن يريد يحقق ويوصل لكن ماذا يقدر يحقق هذا الهدف لا شوفي هون الأشخاص اللي بيحاولوا أنه أنا أتقمص شخصية شخص آخر وإجباري بدون يوصلوا إلى الاكتئاب لأنه بدون يلاحظ بمرحلة من المراحل أني أنا ما أنا قادران أوصل لشهرته أو لشكله مثلا إذن ينعكس سلبيا على الشخص ينعكس سلبيا إذا كان بدرجة الهوس ولكن إذا كان بدرجة وعي كبيرة يعني أنا باتخذ هذا الشخص كمثال بالنسبة لي أني اتخذ خطوات نجاح ومسلا كل العلماء والأطباء بيقولوا إذا أردت أن تكون ناجحا فاتبع ناجحين فأنا إذا بدي كون ناجح مو غلط أني أنا استفيد من تجارب غيري لمني أوصل لهدفي ولكن ما تقلوا بهوس أنا ألغي شخصيتي وكليا أتطبع بشخصية هذا الإنسان متى يمكن أن يكون الحب هوس؟ مثل ما حكينا لما أنا بوصل لمرحلة أتقمص شخصية هذا الشخص ألغيت شخصيتي شوفي كل إنسان الله حاطت فيه جمال وقدرات خارقة فأنا لازم أوع على هذا الشي وضوي على النقاط الأوية جواتي لأنني أعرف أمشي بالطريق الصحيح وما يروحي للطريق الهوس لمني أنا تنلغي كل شخصيتي وكل الأشياء اللي بحبه وكل الأشياء الحلوة اللي جواتي بس مجرد أني أتشبه بهذا الشخص طيب أستاذة ريمة أنا كشخص ملعبي مشهور أو مشهورة هل أستطيع أن أميز أنني أصبحت بدرجة الهوس أم المحيطين بي هم اللي يقدرون يقيمون أنني الآن أصبحت مخلت الهوس غالبا المحيطين وهذا هون من أساليب العلاج أنه المحيطين هن اللي بيشوفه النظرة الصحيحة لأنه هذا الشخص بيكون فيه مثل غباشة على عينه يعني أنا ما نشايف حالي غلط بالعكس أنا يعني درجة الهوس بتخليني مثل ما بيقوله الحب أعمى بتخليني وصل لمرحلة أني أنا ما بقى أشوف غير هذا الإنسان قدامي وما نشايف حالي غلط فالناس اللي محيطين فيه هن اللي لازم ينبهوني ويعوني على هذا الطريق طيب هل فعلا أنه أكثر فئات الأعمرية تأثرا بالمشاهير هم المراهقين والشباب أكيد دراسات أثبتت أنه من سنة 13 لسنة 25 عند الذكور ومن سنة 12 لسنة 18 عند الإناث هي مرحلة المراهقة هدول الناس الأكثر تأثرا بالمشاهير ومحاولة أن يقلدوهم طبعا وهذا الشي بيرجع كمانا بنرجع من أولى البيئة المحيطة فيهم وصلت لمرحلة أيضا هناك منهم من يروح يعمل عمليات تجميل حتى يتشبه بالمشاهير وصلنا لمرحلة الهواس ولازم العلاج العمليات التجميل هذه من التكنولوجيا الجديدة إذا كانت هادفة بهدف صحي حسب استشارة الطبيب هذا شيء كويس ولكن إذا كانت بس مجرد أني أريد أن أعمل حالي نسخة عن هذا الإنسان وصلنا لدرجة الهواس طيب لماذا أستاذ ريمة الأكبر سنة من ذكرتي حضرتش أن الشباب من الرجال 25 والنساء من 18 لماذا الأكبر سنة هم الأقل تأثرا لأنه مجرد ما أطع الإنسان هذه المرحلة الرجل 25 والمرأة 18 بيبلش شغل الهرمونات بالشكل الصحيح داخل جسم الإنسان فيزيائيا فبتبدأ الهرمونات تهدى بصير تفكيرنا أوعة بصير نظرتنا أوعة للأمور فهي الفورة اللي منقولها هي مرحلة المراهقة حساسة جدا ولازم الأهل ينتبهوا لهذه النقطة طيب متى يمكن أن يكون هذا التأثر إيجابي وهل يمكن أن نأخذ من هذه الإيجابية خلال مرحلة البلوغ وما بعد الخمسة وعشرين سنة من الأمور طبعا مثل ما حكي لأنه أنا أتبع خطوات شخص مثلا مثال بالنسبة لي بالحياة على سبيل المثال أوبرا وينفري كل الحدود السيئة اللي كانت فيها كسرت كل القواعد حققت طموحاتها ووصلت للشهرة العالمية وصلت للفروة الكبرى إلى آخره فأنا فيني أتشبه بالطريقة الصحيحة ولكن الواعي اللي أنا أعرف مثلا أنه ما في شيء مستحيل مهما كانت ظروف سلبية فيني اكسر هاي الحواجز واتعداها لو أصل لهدفي الله معي بيقويني دائما وهدول بالنسبة لي اللي بيكونوا حافز جواتي حافز بيحسسني بالسعادة هذا بالنسبة للناس اللي تنظر لجوهر المشهور لكن للي ينظر للخارج مثلا الشكل المنمق المرتب دائما للنساء المشهورات دائما الشعر المصفف هذا ما ينطي نوعا من الإحباط لعامة الناس أنه هذا مو دائما هو بالحقيقة شوفي هو سعي الإنسان للتقليد بهدف شعور بالسعادة هي فجوة جواته نفسية بهدف الشعور بالسعادة بيحاول يفضي هاي الطاقة جواته بإني قلد فلان أعمل شكلي مثل فلان بس بترجع الأسباب كلها لأن القاعدة الأساسية اللي حكيت عنها بالبداية أنه أنا عم قلد هذا الشخص لمني الفت النظر لمني أحس بشعور الشهرة أو لتقمس شخصيته بالنهاية كلها بتتركز تحت قاعدة الهوس يعني أنا لما وصلت لمرحلة الهوس هون لازم طريق العلاج ولازم المحيط فيني هو اللي يأثر علي بهذا الشيء أو يلفت لي نظري لهذا الشيء ما هو العلاج للمصاب بالهوس؟ لدرجة الهوس الكبرى أكيد أطباء النفس هني الأدرة بهذه الحالات ولكن نحن خلينا نحكي بالبدايات أنا لما عندي ابني مثلا ملاحظة أنه بلش بهذا الطريق أول شيء أني أعطاء الاهتمام الكامل لأولادي ثاني شيء أني يفرغلهم طاقاتهم لأنه هذا عبارة عن نوع من الروتين والملل داخل حياتهم ومعهم يعرفوا يفرغوا طاقاتهم بالشيء الصحيح ممكن بالرياضة ممكن بالموسيقى بالمطالعة إلى آخره حسب توجه هذا الطفل وإذا وصلنا لما رحلة الهوس مثل ما حكينا لازم متابعة من الطبيب طيب يعني يمكن أن نجد الآن أنه المثل أعلى لبعض الشباب تغير مثلا زمان كان ممكن أنه قادة كان ممكن أنه نوع ما سياسين الآن أصبحوا نجوم كرة قدم ومشاهير بالسينما وتلفزيون وما إلى ذلك كيف يمكن أن نوجه المراهق في بداية مراهقته الاختيار قدوة صحيح حلو كتير هلأ شوفي الإنسان أول ما يخلق بطبيعته الفطرية بيقلد يعني البنت بتقلد أما الصبي بيولد أبو إلى آخره فأنا مجرد هذه البيئة الصحيحة اللي داخل البيت اللي عم بيربع فيها هذا الطفل لما بيشوفني أنا عم تابع برامج ثقافية لما بيشوف الكتاب بإيدي لما بيشوفني الاهتمامات الموسيقية مثلا الحلوة الأديمة مثلا إلى آخره باللا شعور كله هذا ينغرس جواة عقله الباطن ويتطبع بطبيعته ولكن غالبا بتلاحظي هدول المراهقين في إهمال كبير داخل البيت يعني الأم دائما مشغول الأب دائما مشغول فلذلك ما في شيء في فراغ جواته عم بيحاول يفضي بهذه القصص طيب نصيحة أستاذة ريما لكل شخص ممكن أنه هو يشعر أو المحيطين بيشعر أنه مصاب بحالة الهوس بحب المشاهير هلأ نصيحتي الأولى والأخيرة أنه كل إنسان خلق الله هو جميل وهو عنده قدرات كبيرة هائلة فأنا لازم أولي حولي حاوله يضو على نقاط القوة جواتي لمني أنا فعلا أبدأ فيها بالطريقة الصحيحة ممكن أني استفيد أكيد من تجارب غير المشاهير أو إلى آخره بالطريقة الصحيحة وما يكون هالموضوع عندي هواس وإذا كان ألب هواس فعلا مساعدة الآخرين جدا مهمة بني سبيلي وهل فأنا نتأيدين أنه ليس كل مشهور معناها هو ناجح في حياته خلف الكاميرات وخلف الأضواء أكيد أكيد وهذا الواقع الذي يجعل الأشخاص ينصدموا أنه أنا لما بوصل للشكل مثلا مثل الفنانة الفلانية أو مثلا لنقول لو وصلت لشهرة وممكن فيه أشخاص فعلا بيوصلوا من حبهم للشهرة بينصدموا بالواقع أنه هذول الأشخاص عم بيعتوا صورة نوعا ما كاذبة مش كل شيء بيطلع منهم هو صادق أو حقيقي أغلب الأشخاص بيظهروا السعادة وخلفية حياتهم تعيسي جدا فنرجع من أول السبب الأساسي لشعور هذول الأشخاص أنا هدفي أني أشعر بنشرة السعادة ولكن لما السعادة تكون بالطريق الخاطئ رح تقلب إكتئاب هذا بالتالي يخلي على عاتق المشهور مسؤولية أكبر من بعض الناس وخاصة المراهقين تشبههم بي أنا رسالتي هادفي بالحياة لأنه في كتير عم يكون قدوي لكتير من الناس طيب أحنا أعتقد وقتنا انتهى في دقيقة من الوقت أستاذ ريما نصيحتك لكل أم وأب لديهم مراهق يحب أنه يقلد المشاهير ليس في مرحلة الهوستي أنه تكلمنا عليه لا أكيد أني أنتبه أعطي كل اهتمامي لأبنائي أني ضوي نقاط ضعفهم أني أولهم إياها وضوي على نقاط القوة جواتهم فرغلهم طاقاتهم بالشيء المفيد اللي فعلا أعرف أنه رح يفيدهم ورح يعطيهم طاقة إيجابية بالشكل الصحيح مش بالشكل الخاطئ شكرا جزيلا لتواجدش معنا ولكل هذه المعلومات حدثتنا الأستاذة ريما الحلبي أخصائية بعلوم الطاقة الإيجابية شكرا جزيلا لك